السلام عليكم ازايكم مفيش شك ان المنطقة كلها في انتظار رد ايران ايران خلاص ربطت ردها باتفاقية السلام اللي ممكن يتم التوصل لها يوم الكميس اللي هو بكرة بين اسرائيل وحماس ده اللي خلى كمة السلام اللي حتعقد وما حدش عارف هتعقد فين هتعقد في مصر ولا قطر وهلأ امريكا هتحضر الكمة دي ولا مش هتحضر خلى الكمة دي هي كمة يعني مصيرية بالنسبة لمستقبل الشرق الاسد كله لانها كمة متوقف عليها حرب اقليمية لو كمة دي فشلت ايران هتضرب اسرائيل والله نجحة ايران هتأجل ردها على اسرائيل كده او كده الصحف العبرية راحت لطريق تاني خالص بتتكلم عليه حوالين رد ايران على اسرائيل كلام لسه طالع النهار ده من صحف عبرية كتير جدا وفقا لتقرارات استخباراتي وبتتوقع فيه مستقبل منطقة الشرق الاوسط ومستقبل الرد الايراني هيكون عامل ازاي تحركاته عامل ازاي برغم الناس كتير جدا يقسط منه وناس كتير قوي بتقول الايران مش هترد اصلا وخلاص دي لعبة وكام ده كله بس الاعلام العبر النهار ده يحذر من تحركات جديدة داخل ايران وداخل اسرائيل بس طبعا شارولك كام ده كله واكشف لك اللي بيحصل بالزبط لازم قولك اتقسم القوي قبل اخش في الموضوع قبل اكشف لك التفاصيل خليني اقولك ان احنا معنا راعي قوي جدا محترم جدا وهو تشينج مي الحقيقة تشينج مي هو تجربة شخصية انا من سنة بالزبط رحت وعملت عملية زراعة شعر داخل مصر والحقيقة كانت كل ترشحات وقتها ان لا اطلع برا اعمل عملية برا انا اخترت ان اروح اعمل عملية زراعة الشعر داخل مصر لاني لقيت تكلفة تقريبا اقل من نص التكلفة اللي برا تاني حاجة المركز ده هو صديق مقرب ليه هو اللي قال لي عليه وقال لي كل الناس عمالها تشكر في المركز تشينج مي وان الناس كلها اللي رحت عملية عمليات زراعة شعر هناك مبسوطين من النتائج جدا حقيقة انا النهاردة مش بعلن عن راعي انا جاي اقولك بالزبط اللي حصل معايا ان من سنة لحد دلوقتي عايز اقولك ان النتائج مبهرة للغاية وما فيش اي اضرار او اي حاجة سلبية دي تجربة شخصية وفر فلوسك ووفر وقت وهتلاقي المركز قريب منك جدا لان هما اصلا موجودين في مصر مش بس كده مركز تشينج مي اعوز اقولك ان هو عنده افضل الديكاترة الموجودة وهو مركز متكامل لعملات تجميل كلها سنة بقى باطكس مش باطكس كل انت عاوزه هتلاقيه هناك تشينج مي هو مكان الصح سيب الحلقة اللي رابط بتاعهم اسفل الفيديو لو حاند تابع معا نخش في الموضوع على طول نخش في الموضوع على طول الجديد اللي معا النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة لحضرتك واول مرة هتسمعه فيه ما يخص الرد الايراني على اسرائيل الحقيقة النهاردة صحيفة اسمعها اريتس منزلة مقالة تحليلية بتقولك ايه بقى بتقولك خلي بالك كمة يوم الخميس دي هي كمة مصيرية بالنسبة للشرق الاوسط كل ما عرفنا بس بتقولك على فكرة كمة دي شكلها مش هتنجح اصلي ليه؟ تعال بص على الاسباب يعني هو كل الناس تتوقع ان الكمة مش تنجح قالك لو جيت تبص من ناحية حماس هتلاقي حماس لاول مرة هتخد مفاوضات مش بس نفس الوقت خلي بالك حماس هتدخل مفاوضات دي ده لو دخلت يعني هتدخل مفاوضات دي وفي حارس من حراس حماس قتل راهينة واصاب اتنين من الرهائن في خبر مفجع بالنسبة لسرائيل انت بتقتل رهائن وحماس قلت لك والله هنفتح تحقيق ونشوف اللي بي احسر وكم ده في نفس الوقت حماس اطلقت ساروخين على تل قبيب فهل دي توجهات من حركة هتسعى للسلام مع اسرائيل ما احتقتش اللافت ان هذه الصواريخ بحسب الاعلان الاسرائيلي انطلقت من منطقة بني سهيلة واصابت مناطق في تل قبيب وكما اشار العقيد الفلاحي بخلاف ما اعلنه الجيش الاسرائيلي لو ان الصواريخ لم تصب مناطق فعلية لما كان سمع دوي هذه الانفجارات واللي ايأكد لك ان حماس ممكن اصلا ما تروحش المفاوضات دي حاجة بسيطة جدا ايه هي ان حماس عن طريق مسؤول لها في لبنان طلع وصرح للسي بي اس وقال لهم على فكرة حماس اصلا مش هتروح يوم الخميس حتى لو ايه اللي حصل مش راحين يعني مش راحين فده من وجهة نظر حماس ولو حماس مراحتش المفاوضات اكيد اسرائيل مش تعد تفعب مع نفسها اذ اكد ممثل حماس في لبنان لشبكة سي بي اس نيوز عدم مشاركة الحركة في مفاوضات وقف اطلاق النار في مع اسرائيل قائلا ان حماس لم تتلقى تأكيدات بان اسرائيل ستلتزم بالتفاوض على اساس مقترح الهدنة وقال احمد عبد الهادي ممثل حماس في لبنان ان نتنياهو وحكومته رفض اقتراح ثاني من يوليو ووضعوا شروطا جديدة بس تعال بصت عالجانب الاخر هتلاقي ان اسرائيل مش هتروح من فراط ليه؟ قال لك والله لسبب بسيط اوك لان النهاردة في صحيفة اسمها نيويورك تايمز كشفت عن ان نتنياهو عمالي يضيف شروط جديدة واضفت خمس شروط جديدة ما كشفوهاش هي ايه بس هو قال لك والله وفقا لتسريبات هم قالوا دي تسريبات نتنياهو ما كانش فليكسبل او ما كانش مارن قوي في المفاوضات مع حماس بالعكس ده كل شوية عمالي يضيف بنود جديدة لدرجة ان وفد التفاوضي الاسرائيلي انقلب على نتنياهو نتنياهو يريد ان تظل القوات الاسرائيلية مسيطرة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة وهو امر لم يكن مدرجا في المقترح الاسرائيلي في شهر مايو واشارت نيويورك تايمز الى ان نتنياهو يظهر مرونة اقل فيما يتصل بالسماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم في شمال غزة مش بس الوفد للتفاوضي انا عاوز اقول لحضرتك ان وزير دفاع اسرائيل هو نفسه طلع فضح نتانية وقال له على فكرة يعني احنا لازم ناخد صفقة الرهائن والاجهزة الامنية كلها شايفة ان يجب ان احنا ناخد صفقة الرهائن وما فيش اي داعي ان احنا نفضل نسيطر على محوة فضيل في ظل اصلا مصر بتصدرش اسلحة او ما بتهربش اسلحة لحماس خلي بالك ده وزير دفاع اسرائيل قالك مصر بتهربش اسلحة لحماس فاحنا ليه نفضل متمسكين ان احنا نسيطر على محوة فضيل فيها وان احنا نسيطر على جنوك فعجزة ليه نعمل الكلام ده كله ده كان جانب الاخر خد بالك ان اليمين المتضرف هو نفسه مع اقتحام اتمر بن جفير ومع اقتحام وزير تاني للمسجد الاقصى وتهديده ان هو خلاص حيفتحه المسجد الاقصى قريبا لصلاة اليهود ومش هيبادة بقى المسلمين والكلام ده كله دي استفزازات توضح لك ان اسرائيل مش عاوزة تروح المفاوضات اصلا بس خد بالك بس من النقطة مهمة جدا خد بالك ان نتانياهو وفقا لصحيفة يدعوت احرنوت شايف ان هو بيتم اخضاعه للتفاوض خد بقى لك جديد بقى قالك انا دلوقتي لو ايران بتهدد ان هي تضرب اسرائيل لو اسرائيل انجحت المفاوضات طيب انا بانطباعي كده انا بتفاول تحت تهديل السلاح ودي حاجة انا مش هقبلها تاني حاجة ايران بتقول انها تبعت مندوبين ديها يحضروا مفاوضات بشكل كده مباشر وده امر اكيد من تانية مش هتشوف تالت حاجة لو حصل كمة سلام وايران اوقفت الضرب ده هيعتبر نصر دبلوماسي لايران واسرائيل اكتالت اسماعيل هنية وعملت كل حاجة ضد ايران عشان ايران ما تنجحش فهل اسرائيل في الاخر تقدم المفاوضات دي على طبق من دهن لايران عشان تاخد موقع اكليمي في المنطقة اكيد لا مش هتعمل كده ولو انتو خايفين من ان ايران تضرب فعاوز اقول لحضرتك ان في اخبار طالعا النهاردة مهمة جدا اول خبر نزل في جريدة اسمها اسرائيل هيوم اسرائيل هيوم طالت قالت ايه طالت قالت على فكرة اسرائيل بتزيد من المستوى الاستخباراتي فوق لبنان وايران حتى وزيد الدفاع السهيوني مبارح طلع وصرح وقال ان اسرائيل بتعرف كل حاجة بتحصل في لبنان وايران حاليا مش بس كده اسرائيل هيوم طلعت قالت ان الجيش ناقش ان هو يوجه ضربة استباقية لايران ولبنان بس على مستوى السياسي قاله لأ كلمة مستوى السياسي دي عن الحكومة الحكومة رفضت حاجة زي كده ليه رفضت حاجة زي كده لان خلي بالك اصلا المعالقة اللي احنا فيها دي كلها والعك اللي احنا فيه دا كله بسبب نتانيها فقالها يخربها الزيادة ويقوم بضربة استباقية تبوز علاقته مع الامريكان اكتر لا حينتظر ان ايران تضرب مهما كانت الضربة كبيرة صغيرة حينتظر ان ايران تضرب وإلا يعني لو جات معلومات خطيرة ان الهجوم ده ممكن يسبب اختراقات كبيرة او ممكن يسبب خسار ضخمة في اسرائيل اسرائيل ممكن ساعتها تاخد القرار ده بالتشاور مع الامريكان بس لحد دلوقتي اسرائيل طلعت جديدة اسمها يدعوت احرنود طلعك على فكرة ايران ابتدت تختبر متفجرات نووية يعني ايه متفجرات نووية يعني قنابل ممكن انها تتقلب نووية باي شكل يعني تفجيرات ممكن يضيفوا عليها عناصر نوية فيمتلككم بالنوية لحد دلوقتي ايران فقط بتخص باليوراني بس بتعمل كل حاجة عسكرية استعدادا اول ما تخص باليوراني لمستوى عسكري تاخد اليوراني وتحطه على اسلحة فالنهاردة ده شيء جديد انا مرة اللي فات قلت حضرتك ان تم اختبار ثواريك ممكن تحمل رؤوس نووية وان ايران دلوقتي عمالة تشتغل عسكريا انها لو وسطت لتخصيب عسكري يبقى عندها الاسلحة جاهزة تخطع النهاردة بنتكلم على متفجرات نووية ده امر خطير جدا فالظاهر كده ممكن يكون رد الايراني ممكن ما يكونش عسكري ممكن التركيز على برنامج النووي الايراني ده هيبقى امر خطير جدا او الرد بتاعها العقبات قدامها بتزيد التواجد العسكري الامريكية بيزيد انت عارف النهاردة امريكا عندها كام جندي في منطقة الشرق الأوسط 40 ألف جندي التواجد العسكري الامريكي وصل ل40 ألف جندي مش بس كده كل التواجد العسكري الامريكي في حال تستنفار قصوى مع اسلحه الجول الإسرائيلي فده امر شديد جدا وامر يوريك ان ايران في مشكلة في الرد بتاعها والدليل عن مشكلة دي ان ايران كل شوية بتاخر ردها وتأخير الرد ده بيحط مسئوليات وعقبات أكتر على إيران ليه؟ انت كلما تأخر الرد لازم الرد يبقى به لو انت بعدما وقفت أسبوعين بعد اجتيال اسماعيل هنية وردت رد أي كلام لازم تعرف أن المريشيات بتاعتك مش تابعة لحاجة زي كده والنهاردة الجريدة اللي اسمعها قلت ستقولك فيه خلافات بين إيران وبين خلافاتها أن احنا عاوزين الرد يكون في شكل فلاني الحالة الساولة عاوز يكون الرد بشكل مختلف وهكذا فانت كلما بتتأخر في الرد بيزيد الخلاف داخل إيران بشكل كبير جدا وخارج إيران وبين حلافاتها لأن ببساطة كده الحوثيين وحزب الله مربطين لإيران وتخيل أنت حزب الله يضرب ما أكيد إسرائيل هترد برضه على إيران هتعتبر دي ضربة إيرانية فممكن تضرب في لبنان وممكن تضرب في إيران وعلى فكرة على المستوى العسكري برضه في إسرائيل عشان برضه تبقى عارف النقطة دي النهاردة طلعت جريدة اسمها يضعوت أحرنوت وجريدة اسمها إسرائيل هايوم الاتنين بيقولوا أن على مستوى السياسي اللي هو رافض توجيه ضربة صباخية لإيران ولبنان على مستوى السياسي خدوا الأمر بأنه هم يكتاحوا جنوب لبنان خلص يعني هم في حالة من أنواع اليقين أن مستوطني الشمال مش هيرفو يرجعوا طول محزب الله موجود في جنوب لبنان فكده كده هيرجعوا فأنا عاوز أقول فولك أو اشرحولك في الحتة دي أن المفاوضات بكرة فشلة وأكبر دليل أن المفاوضات بكرة فشلة هو عدم قدوم أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي قال لك والله أصل المستوى دبابي فأنا مش جايه لأنه هو شايف أنه هو قدوم وزائلته مش حامل حاجة طالك أنا مش جايه هو مش جايه إمتى النهاردة على أربع المفاوضات بكرة حتيجي إمتى ده أنت أصلا المفروض حتيجي عشان تفرد الدبلوماسية على الجميع عشان تنجح المفاوضات دي فواضح جدا أن أنتوني بلينكين مش جايه هالجانب الآخر خد بالك أن عموس هاشستان هو مستشار بيت لابيضل شؤون الشرق الأوسط الراجل نهاردة وصل إسرائيل ووصل لبنان معهوش أي حلول يعني نهاردة الأعلام الإيراني بيقولك الراجل جاي معهوش أي حلول جاي فقط أنه هو يقول أن أمريكا مش عاوز حرب بين حزب اللو إسرائيل بين إيران وإسرائيل كلام ما زلنا نعتقد في إمكانية التوصل إلى حل ديبلوماسي لأننا نعتقد أنه لا يوجد أحد يريد حربا شاملة بين لبنان وإسرائيل خصوصا الشعبين اللبناني والإسرائيلي نعلم أنه أمر ملح التوصل إلى حل لأن التوتر يتصاعد بين حزب الله وإسرائيل أجريت مباحثات بناءة حول الوضع في لبنان والحاجة لتهديئة التوتر حول الخط الأزرق وفي المنطقة بشكل معاه إنما فينك حلول على فكرة أنا بكلامك كواليس كمان يعني خلي بالك أي حد مبعوث بيبقى له كلام في الصحافة ويبقى له كلام في الكواليس حاجة تانية صح؟ الكواليس نفسها بيقولك رجل ما قدمش أي حلول يعني أنت إحنا مش هنرد كالبنان ما سمع كإيران مش هنرد إيه بمديل ما فيه ما أنت جايعة تعمل إيه هي زيارة من أجل الزيارة فالأمور بكرة واضح إنها بتفشل واضح إن إحنا لكلنا على حرب إقلومية بلاش النهاردة طلعت صحيفة اسمها معاريف تقولك على فكرة المستوى الاستخباراتي على يقين إن إيران النهاردة هتضرب يا بكرة هتضرب والواقع إنها ممكن تضرب بكرة بالليل ده واقع يعني المفاوضات تهاية في شنفة إيران ممكن تضرب بكرة بالليل ده آخر تقييم استخباراتي إسرائيل فده أمر مهم جدا طيب بص على مستوى الأمريكي وخلي بالك أنا في كل فيديو بحاول أشرح لك موقف كل واحد فيهم بس بص على مستوى الأمريكي مستوى الأمريكي في حرك شديد جدا ليه؟ خد بالك أنت بتتكلم إن إيران لما قالت إنها مش هتضرب عشان في مفاوضات آآ أي محاليا بين إسرائيل وحماس وإن إيران مش عاوزة باوزة مفاوضات دي لازم تعرف إن ده ممكن يكون نصر دبلوماسي إن إيران بتبقى عاوزة طفل نفسها لاعب للسلام مش لاعب للحرب صح؟ الملفت في الموضوع هو إن أمريكا صدقت رد الإيراني وحتى حسن نصر الله لما طلع وقال لك إحنا مش عاوزين نرد عشان ما بغص مفاوضات السلام أمريكا أمنت عن موضوع ده شيء مهم جدا إن الأمريكان مشوا مع رد الإيراني حتى لو الرد الإيراني ده ممكن يكون خادع ممكن إيران تقصف النهاردة بس الأمريكان مشوا مع رد الإيراني ومشيان الأمريكان مع رد الإيراني حط عليهم أعباء كتيرة جدا إن هم لازم يكنعوا إسرائيل إنها ترجع للمفاوضات مش عارفين طب أنا هقول لك حاجة تعرف الأمريكان مش عارفين يكنعوا إسرائيل لأن أنا قلت حضرتك إسرائيل مش هتتفاوض أصلا أصلا بكل الشيط اللي أنا قلتها بلكده بس لما الأمريكان فاشلوا أصبح عليهم عيب إن هم قدهون شغير خيارين يا إما يكنعوا إسرائيل ودي حاجة هم فاشلوا فيها يا إما إن هم يدفعوا عن إسرائيل ودي حاجة هم ماشيين فيها كويس ليه؟ خد بالك النهاردة أمريكا بتغييص صفقة لإسرائيل بعشرين مليار دولار كمسين مقاتلة F-15 هتروح لإسرائيل مش بس كده قزائق مورتر سباريخ متوصلة المدى مضرعات حديث هتدخل الجيش الإسرائيلي الدعم الأمريكي لإسرائيل متضفق ومستمر صفقة أسلحة مليارية وافق عليها مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية تم تسليمها للكونغرس تتصدر الصفقة ما يصل لخمسين طائرة F-15 مع المعدات المتعلقة بها إضافة لثلاثين صاروخ جو جو متوسط المدى يضاف إليها خراطيش دبابات وقذائف هاون شديدة الانفجار يا جماعة أنا بقول لحضرتك معلش يعني دي حاجة أنا مقتنع بيها التواجد العسكري الأمريكي مش فقط الدفاع عن إسرائيل وموضوع مش مرتبط بصفقة الرهائن بين إسرائيل وحماس ومش واقف على صفقة الرهائن بين إسرائيل وحماس لأن أمريكا قبل أي حد في المنطقة واسق أن الصفقة دي بايزة الموضوع واضح جدا أن أمريكا ممكن تضرب إيران والتجهزات كلها اللي بتتم دي ممكن تكون تجهزات لضرب إيران خاصة ليه؟ المستوى الهجومي اللي جاي في الجيش الأمريكي ده ده مش مستوى دفاعي خالص غواصات نووية حملة طائرات إبراهام لينكون دي مش حاملة طائرات دفاعية خالص دي شايل أفر 35 بتعمل مهام استخباراتية خاصة ما ده أمر مهم جدا بل أمريكان ممكن يكونوا بيعدوا لضرب إيران لسببين لو إيران ضربت إسرائيل ده حاجة هيتم الرد عليها من قبل أمريكا نفسها ولو إيران خصبت الإيراني بتاعها أو دخلت البرنامج النوي بتاعها في مرحلة تخصيب عسكري أمريكا هتضربها بس مش كده وبس إيران مبارح اختركت الحملة الرئاسية بتاع دونالد ترامب وجابت وثائق تخص نائب دونالد ترامب وهو جاي دي فانس وبعطوا الوثائق دي الجليدة بوليتيكو اللي مشارطة يعني الأمر ده واضح جدا أن إيران تخترك الحملة الانتخابية بتاعة رئيس أمريكا مش بس كده بيختركت الحملة الرئاسية بتاعة كامالا هارس الحملتان الرئاسيتان في الولايات المتحدة تتعرضان لمحاولات استهداف إلكتروني وسلطات الأمنية تبلغ عن محاولات استهداف من جهات أجنبية فقد قالت شبكة NBC News الأمريكية إن مكتب التحقيقات الاتحادي FBI أبلغ الحملة الرئاسية للمرشحة الديمقراطية كامالا هارس الشهر الماضي بأنها كانت هدفا لعملية تأثير من جهات أجنبية دون أن يتم ذكر هذه الجهة وعلى فكرة الأمريكان حاليا مقتنعين تماما إن اللاعب الأجنبي الأساسي في انتخابات عشرين اربعة وعشرين هي إيران مش روسيا روسيا على فكرة مش عايزة جيب حد يعني روسيا شايفة دونالد ترامب يتقدم فمش عايزين يدخله في الانتخابات إيران عندها مصالح كبيرة جدا إنها يجب إنها توقف دونالد ترامب من التقدم في انتخابات دي بقي شكل كان لأن الراجل دا لو جيه أول حاجة يعملها إنه هو حيوقف كل الحلول بالنسبة لإيران وحيدمر من الاقتصاد الإيراني على فكرة دونالد ترامب لما بدت هيقول لك أنا لو موجود ما كانش هتحصل هجمات سبعة أكتوبر وما كانش هيحصل حرب بين روسيا أوكرانيا خلينا في سبعة أكتوبر دونالد ترامب يقول إن الهجمات بتاعت سبعة أكتوبر ما كانتش هتحصل لسات بسيط جدا إنه هو كان بيدمر الاقتصاد الإيراني في الإيران غير قادرة على الانفاق على حزب الله أو الحوثيين أو التوسع في المنطقة معين بالمناسبة الحوثيين لما ضربوا مصافي النفط السعودية كانت وقت دونالد ترامب بس دونالد ترامب بيقول إيه يقول لك أنا لو موجود هضمر الربصاد الإيراني حتى التوسعات بتاعة الميليشيات الإيرانية ما كانش هتبقى بالكفاءة دي لإنه ما كانش هيبقى مع إيران كاش فإيران دلوقتي واضح جدا إنها بتأمن على كلام دونالد ترامب إن الراجل دا لو جيه حيئزيها فإيران مش عاوز دونالد ترامب ييجي ولا ينجح وعلى فكرة التأثير أوعة تفتكر إنه هو حيكون فقط في التلاعب في أصوات الناكبين كان يبقى لك الأمريكان مش بيصوتوا بيروحوا ملاكز الابطراع فقط لأدول بيصوتوا عن طريق البريد وممكن يصوتوا على الانترنت حسنا فالكلام دا كله ممكن يتعرفيه فده أمر بس اللي أنا هو وقيف عنده حاجة مهمة جدا مقالة نزلت النهاردة لكاتب اسمه دايفيد إجداسيوس دا كاتب شهير بيكتب مقالة إسبوعية في واشنطن بوست وقالك على فكرة لازم تبقى على يقين إن الصراع بين أمريكا وإيران مش وليد اللحظة ومش لما إسرائيلي تلت إسماعيل هنية فجأة كده بقت المنطقة على الحب الإكلامية اللي إحنا شايفينه دا هو نهاية الصراع اللي بيدور بقاله سنوات إيران بنت ميشيات كتيرة جدا في المنطقة استعدادا لمعركة مع الأمريكان وعاوز تطرد الأمريكان من منطقة على الجانب الآخر إسرائيل بتخطط من اليوم الأول لقدوم نتانية وزي تضرب إيران فأنت قدام معركة هي وسطت للكمة بتاعتها أو آخر مستوى للحرائق فيها فموضوع مش فريد اللحظة تاني حاجة لازم تعرف إن إيران هي عدو كبير جدا لأمريكا بدليل إن إيران ما كانتش بتنتاقم فقط من إسرائيل أو عاصة تنتاقم فقط من إسرائيل إيران كانت بتجند واحد باكستاني أو مرتزق عشان يقتل دون ترامب إيران حاولت تختطف ناس داخل أمريكا إيران حاولت تختال ناس داخل الأمريكيين فإيران بالمناسبة الموضوع بينها وبين الأمريكيين مش فريد اللحظة الاتنين بيكرهوا بعض جدا والاتنين في صراع هو مجرد مسؤالة وقت إن هو يحصل دلوقتي يحصل بعديين بس كده كده هيحصل في الآخر أنا عاوز أقول لك حال مفاوضات بكرة فشل قبل ما تبتدي برغم تعهد إيران إنها هتجيب حماس وإن فيه ممثلين من حماس هيحضره وكام ده كله على أرض الواقع محدش هيجي على الجانب الآخر إسرائيل لو جت حيبقى عملية سورية ومفاوضات هتفشل قبل ما تبدأ والمفاوضات لو فشلت وعد إيران إنها تضرب خاص لإن خلاص يعني إيران قيلة إنها هتضرب لو مفاوضات فشل فأنا بقول لحضراتك ما ستبق لك أهو بقول لك المفاوضات فشلت وفقا لإعلام الأمريكي والصهيوني مش وفقا لرأينا خالص كل الناس عمالة تبصم مفيش مفاوضات وكل المؤشرات بتقول إن المنطقة تستعد لعملية كتالية أو عملية حرب وعلى الجانب الآخر لو إيران ضربت وأمريكا دخلت في المعارقة هو انتصار لإسرائيل إيران عاوزة ترد الطريقة إسرائيل ما دخلش أمريكا في الموضوع معرفش إزاي أو إن تضرب بطريقة سلمائية مثلا ما توقعش خسائر بحيث الأمريكيان ما يخشوش في معارقة ضد إيران بس المستوى العسكري موجود دلوقتي ما كانش موجود يوم 13 إبريكي لما أمريكا بلعت قصف إسرائيل المستوى العسكري اللي موجود دلوقتي وضحنا إن المنطقة على حافة الهوية يا رب أكونش راح تحريرك الموضوع بشكل مبسط ويا رب نصر مصر ويا رب نصر العرب ويا رب نصر فلسطين يا رب تحيا مصر سلام يمكن أكتر لسه بفكر إنجلس بأكتر هتقعد أكتر لسه بفكر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا محروصة بسيف شاطر وصف حارس عليك يمين ومن فوق السماء السابع حميك يا رب العالمين